اصبحت صورة كلب الشرطة تبدو طبيعية واعتيادية فليس غريبا مشاهدة كلاب تبحث عن المتفجرات او تتبع المجرمين كانت الكلاب في السابق تستخدم للمساعدة في الصيد ولكن سرعان ما ظهرت سلالات اخرى ترافق الجيوش في الحروب حسب ما جاء في بعض الوثائق التاريخية فقد تم استخدام الكلاب في المجال العسكري لأكثر من ستة آلاف عام تخير كم من الوقت مر منذ ذلك الحين على سبيل المثال في روم القديمة تم تدريب الكلاب خصيصا للخدمة العسكرية حيث ظهر في ساحة المعركة أول المحاربين المسلحين مرفوقين بكلاب مدربة كانت مهمتهم هي وقف الهجوم المضاد للعدو وفرسانه والحفاظ على المواقع حتى وصول الجنود المدججين بالسلاح وقامت تلك الكلاب خلال هذه المعركة بعمل رائع قبل 525 سنة من الميلاد استخدم الملك الفارسي كامبيز قوة الكلاب الضارب لغزو مصر كما نجأ أليخاندرو ماغو أيضا إلى مساعدة الكلاب في ساحة المعركة حتى الفايكينج اصطحبوا في حملاتهم كلاب السلقي القوية والعدوانية مع مرور الوقت تغير المجتمع وتغيرت معه المجالات التي يمكن أن تستخدم فيها الكلاب ظهرت الحيوانات الأليفة ذات الأرجل الأربعات في المؤسسات والأجهزة الأمنية منذ العصور الوسطى ولكن بالطبع في ذلك الوقت لم تكن الكلاب مدربة للبحث عن الأسلحة الخفية في تلك الفترة تم إنفاق مبالغ كبيرة من المال في تدريب كلاب ساو بيرتو التي عملت بكفاءة كبيرة لمساعدة شرطة العصور الوسطى يمكنك الحكم بنفسك يمكن لمجرم سريع الهروب من قبضة رجل أمن ولكنه لن يفلت أبدا من قبضة حيوان سريع بأربعة أرجل استمر هذا الوضع لفترة طويلة ومع التسع رقعة التحضر في مدينة لندن خلال القرن التاسع عشر ازداد عدد الجرائم أكثر وتفاقمت المشاكل وأصبحت أخطر لدرجة أنه كان من المستحيل حلها بمساعدة المصالح الأمنية في ذلك الوقت ونتجة لذلك تم إنشاء جمعيات خاصة لمكافحة الجرائم كان الحراس الليليون يقومون بحماية مختلف الأماكن باستخدام الأسلحة النارية والكلاب وكانت أولى محاولات استخدام كلاب الشرطة بمعناها العصرية خلال سنة 1889 بفضل مفوض شرطة لندن شارلز وارين الذي حاول لفترة طويلة القبض على السفاح جاك لكن دون جدوى إلى حين إدانته من طرف الصحافة لعدم استعماله الكلاب لإيقاف هذا السفاح على إثر ذلك قام الشرطي بتدريب كلبين لإجراء اختبار بسيط من أجل تحديد مكان الجاني ولسوء الحظ فإن النتائج كانت غير مرضية فقام أحد الكلاب بعد المفوض ثم هرب الكلبان لذا كان من الضروري استخدام قوة الشرطة للعثور عليهم بعد عشر سنوات وبالتحديد خلال سنة 1899 أطلقت بلجيكا أول برنامج تدريبي لكلاب الشرطة وسرعان منتشرت هذه الأساليب في النمسا والمجر وألمانيا اخترت الشرطة الألمانية الباستور الألماني باعتباره السلالة المثالية لعمل الشرطة كما افتتحت أول مدرسة لتدريب الكلاب سنة 1920 يعتبر الباستور الألماني الكلب الأمثل الذي يتخيله معظم الأشخاص عند الحديث عن كلاب الشرطة لذلك يجب أن نشكر الأفلام والمسلسلات التلفزيونية كسلسلة ريكس التي شاركت في إنتاجها ألمانيا والنمسا واستمرت لحوالي عشر سنوات خلال هذه الفترة اشتهرت السلسلة في حوالي خمسين دولة حيث قام كلب الباستور الألماني المسمى ريكس بدور الشخصية الرئيسية وهو يعمل كعضو في شرطة ذيين الجنائية بقسم التحقيق في جرائم القتل هناك كلب آخر لا يقل شهرة عنه يدعى جيريلي من فيلم كي ناين لا شك أن كل من شاهد هذا الفيلم تمنى الاعتناء بحيوان أليف ذكي كهذا بالمناسبة الكلب الذي قام بدور جيريلي كان كلب شرطة حقيقي يدعى كوتن وهو الكلب المرافق للضابط باترسون قام هذا البطل باعتقال أكثر من 24 مجرما لكن كيف تدخل الكلاب لمركز الشرطة؟ بالطبع لا يمكن لأي كلب أن يصبح شرطيا وإلا سنرى كلب الشيوى وأيضا يرتدي زيال الشرطة يوما ما حسنا يتم اختيار الكلاب للخدمة في مجال الشرطة من فاصيلة معينة لأن أصحاب الأرجل الأربعة الذين يتم اختيارهم لإنفاذ القانون يجب أن يكون أقوياء وشريسين ومطيعين وسريعين وذوي حاسة شم جيدة لأنه من غير الممكن أن يقوم كلب بالقبض على مجرم ثم يلعقه بدلا من عضه لهذا السبب هناك قائمة لفاصيلة الكلاب المناسبة للعمل في مجال الشرطة من بينها الباستور الألماني والروتفيلر وكلب الصيد الذي تحدثنا عنه سابقا سان هوبرت والباستور الهولندي والدوبرمان وبعض السلالات الأخرى بما في ذلك بعض السلالات التي قد لا تخطر على بالك مثل بيغل والكوكر واللابرادور بالمناسبة رغم شكلها الجميل فإن هذه الكلابة تستخدم بكثرة في جميع أنحاء العالم للكشف عن القنابل بغض النظر عن فصيلتها فعملية تدريب الكلاب البوليسية طويلة جدا ففي معظم الأوقات يتم استخدام الصغار اللابرادور وكلاب الباستور وروتفيلر للتدريب في مراكز الكلاب كما يتم في بعض الأحيان استخدام كلاب الشوارع التي تم إنقاذها من الموت المحتمل المميز في الموضوع هو أن هذه الكلاب ليست أقل فعالية من تلك التي ذكرناها سابقا بل إنها تكون أحيانا أكثر ولاء لأصحابها لاحظ المدربون أنه كلما بدأ التدريب بشكل أسرع كلما كانت النتائج مرضية لهذا تنضم معظم كلاب الشرطة للخدمة في السنة الأولى من عمرها الحد الأقصى لسن ولوج الكلاب للخدمة البوليسية هو ثلاث سنوات بعد هذا السن يعتبر الحيوان عجوزا جدا على هذا العمل كي يتم توظيف كلب في العمل الشرطي يجب أن يكمل على الأقل دورة تدريبية أساسية لتأكد من أنه يطيع أوامر مدربه دون تردد وهذا يسمح للضابط بالسيطرة الكاملة على درجة القوة التي يجب أن يستخدمها الكلب ضد المشتبه فيه أولا يتم تدريب الكلاب على البقاء بالقرب من المدرب وتنفيذ أوامره البسيطة مثل الجلوس والاستلقاء والتقاط الأشياء وما إلى ذلك وفقا للمدربين فإن أهم شيء عند العمل مع حيواناتك الأليفة هو أن تقدم لهم كل شيء على أساس أنه لعبة لسيما أن رجال المباحث المستقبليين ذو الأرجل الأربعة يبدأون التدريب في سن مبكرة جدا كما أن الأمر يتطلب أيضا خضوع كلب الشرطة للتدريب على المقاومة وخفة الحركة ويجب أن يكون قادرا على القفز فوق الجدران وتسلق السلالم بالإضافة إلى ذلك يجب أن يعتد كل كلب الشرطة على الحياة الحضرية والضوضاء وحركات المرور والحشود الكبيرة من الأشخاص يتم تدريس كل هذه التقنيات لهؤلاء المحاققين المستقبليين لأنه من غير المعقول أن يصبح الكلب الذي يشعر بالقلق أو الخوف من الأشخاص موظفا في سلك الشرطة بعد أن تتعلم الكلاب كل الأوامر البسيطة وتتوقف عن الاستجابة للمنبهات الخارجية يختار مدرب الكلاب مصارا لمستقبل تلاميذه كالبحث عن المتفجرات أو اعتقال المجرمين فالإناث أكثر استعددا للبحث والذكور أكثر استعددا للقتال لكن هناك بعض الوحدات التي تتدرب لتصبح كالأبطال الخارقين الحقيقيين القادرين على العثور على قنبلة ومطاردة المشتبه فيهم وبالطبع الركض وراء الكرة أيضا في حالات الحمل أو الحاجة إلى تربية الجراء الصغار أو لمجرد التقدم في العمر أو المرض ونظرا لأن العديد من الكلاب تربت في بيئة العمل منذ السنة الأولى من عمرها فإن متوسط العمر المتوقع لكلاب كي ناين يتروح من 6 إلى 9 سنوات في بعض البلدان تحصل كلاب الشرطة على معاش تقاعدي في إنجلترا على سبيل المثال تحصل الكلاب البوليسية على 800 دولار لكل ثلاث سنوات من وقت التقاعد وبهذه الطريقة تحاول السلطة تغطية أي نفقات طبية بالإضافة إلى التقاعد يمكن لهذه الكلاب البوليسية البقاء مع مدربها ومالكها لسوء الحظ فالكلاب البوليسية مثلها مثل ضباط الشرطة كلاهما غير محمي ضد حوادث الشغل فعملهما خطير وصعب وغالبا ما يكون محفوفا بالمخاطر ولهذا السبب غالبا ما تموت كلاب الشرطة أثناء قيامها بواجبها إنه أمر محزن ولكنها حقيقة وقعية إذا ماتت كلاب الشرطة أثناء تأديتها لواجبها فإنها تحصل على نفس الشرف الذي يتمتع به أصحابها من البشر عندما يمرض الكلب يوفر له جميع أنواع التطبيب والراحة لتخفيف معاناته بصراحة فحفل وداع مثل هذا ليس مؤثرا فحسب بل يمكن أن يجعل الأشخاص العديمي لإحساس يبكون أيضا كما يحزن ضباط الشرطة لتوديع زميلهم وصديقهم ذو الأربعة أرجل في رحلته الأخيرة إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم